بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هي الآية القرآنية التي تعبر عن مفهوم الكارما والتي تحمل في طياتها عمقا فلسفيا وروحيا يذكرنا بأهمية الأفعال وتأثيرها في حياتنا وفي الآخرة إنها عبارة تشير إلى قانون العدالة الإلهية الذي يحكم الكون بكل تفاصيله وتعكس فكرة أن الله يرى ويعلم كل شيء نقوم به سواء كان خيرا أم شرا في الواقع ينبغي لنا أن ندرك أن كل تصرف وكل قرار نتخذه يخلف آثارا سواء كانت إيجابية أو سلبية وهذه الآثار قد تتراكم بمرور الوقت وتؤثر على حياتنا وعلى حياة الآخرين فإذا كنت تعمل بالخير وتسعى لفعل الخيرات فسوف ترى ثمار جهودك في النهاية سواء في هذه الحياة أو في الآخرة كما جاء في الآية الكريمة وبالمقابل إذا كنت تنشر الشر وتفعل الأفعال السيئة فسوف تجني عواقبها في النهاية في حياتنا اليومية نجد أنفسنا محاطين بمجموعة من القرارات والتصرفات التي نقوم بها سواء كانت صغيرة أم كبيرة وكل من هذه الأفعال تترق أثراً سواء مباشراً أو غير مباشراً وذلك على حياتنا وعلى حياة الآخرين من حولنا يعد هذا المفهوم الأساسي في فهم فكرة الكارما حيث إنه يتضمن فكرة أن الأفعال التي نقوم بها تنعكس على حياتنا بطريقة أو بأخرى عندما نعمل بالخير ونسعى لفعل الخيرات وبذل العطاء نجد أن تلك الأفعال الإيجابية تعود علينا بالخير في نهاية المطاف فالعمل بالخير يشجع على تكرار الخيرات ويزيد من الإيجابية في حياتنا وفي محيطنا وفي النهاية يمكن أن نرى ثمار جهودنا وتصرفاتنا الصالحة سواء في تحسين العلاقات الإجتماعية أو في تحقيق النجاح الشخصي أو حتى في تجربة السلام الداخلي والرضى بالنفس من ناحية أخرى إذا كنا ننشر الشر ونفعل الأفعال السلبية فإننا بالتأكيد سنجني عواقبها في النهاية فالأفعال السلبية تؤدي إلى زيادة السلبية في حياتنا وتؤثر سلبا على علاقاتنا ونجاحنا وسعادتنا وقد يكون لها تأثير طويل الأمد على صحتنا النفسية والعقلية وقد تترك بصمة سلبية على مجتمعنا وعلى العالم بشكل عام إذن يجب علينا دائما أن نكون واعيين لقراراتنا وتصرفاتنا وأن نسعى جاهدين للقيام بالخير وتجنب الشر قدر الإمكان حتى نحقق التوازن والسلام الداخلية في حياتنا ونساهم في بناء مجتمع أفضل وعالم أكثر إيجابية وتقدما لذا يجب أن نحرص على أن تكون أفعالنا دائما صالحة وموجهة نحو الخير وأن نعمل بجد واجتهاد لنكون إيجابيين ومحسنين في كل مجالات حياتنا فالوعي بأن أفعالنا تخلف آثارا لها نوعان إيجابية وسلبية يجعلنا نحرص دائما على أن تكون أفعالنا صالحة وموجهة نحو الخير حتى نستفيد من نتائجها الإيجابية في حياتنا وفي حياة الآخرين إن الجوانب الإيجابية من شخصيتنا وسلوكنا تصنع تأثيرات إيجابية تنعكس على العالم من حولنا وتبث السعادة والنجاح في النفوس في الحقيقة العالم يعمل وفقا لأسس من العدل الإلهي حيث يجاز الإنسان على أفعاله سواء كانت جيدة أم سيئة لذا يجب أن نكون واعيين لمسؤوليتنا اتجاه أفعالنا وتأثيرها على الآخرين وعلى العالم بأسره إن السعي نحو التطهير الروحي يساهم في بناء عالم أفضل حيث يسود الخير والإيجابية ويزهو الناس بالعطاء والعمل الصالح باختصار إن الآية القرآنية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تذكرنا بدرورة أن نكون حذرين وواعيين لكل أفعالنا وتصرفاتنا فالخير يجلب الخير والشر يجلب الشر والله يرى كل شيء ويجازينا على ذلك في الآخرة اشتركوا في القناة